شددت وزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا على أن مجموعة ميونيخ تحتاج إلى إيجاد حل لاستمرار عمليات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وأشارت وزيرة خارجية فرنسا إلى أنه يجب وقف العنف بين الجانبين مضيفة إلى تطلعها لتحقيق عمليات السلام لدينا اجتماعات مستمرة ومتعاونة من أجل الاتزام بهذه القضايا والأهداف المشتركة شكرا لكم على حثنا وتشجيعنا من أجل إسهامنا في عملية السلام وأقوم بتوضيح الجهود الموزولة التي قد تم بذلها في شرم أشيخ من أجل تحقيق تفاوض بين الجهتين والجانبين هذا أمر فريد من نوعه من أجل التحدث مع إقراءات تفاوضية مباشرة بين الجانبين هناك العديد من الفرضيات أو الإلزامات التي ينبغي علينا أن نلزمها لكل الطرفين من أجل تعاون أفضل ترجمة نانسي قنقر